نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب من هل أنعم به من مورد لمن استقى قد صاله رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدى وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجا متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن راتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لاست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا يا أمة القرآن حبل نجاتنا فتمسكه بعراه كيدا نغرقا والتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا والتجعليه محكما في أمرنا وثقي بوعاد الله أن يتحققا يا أمة القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كيدا نغرقا